بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر المحجلين البشير النذير والصراج المنير الذي بعثه ربه رحمة للعالمين فقال في محكم التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نقف عاجزين لرد هذه الشبهة التي تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى الخالق الخالق الذي خلق الإنسان الذي علم الإنسان البيان الخالق الذي لا يقدر مخلوق أن يخلقه لأنه الخالق سبحانه وتعالى تفرد بالكمال والجلال حتى جعل وصفه الله عز وجل أإله مع الله قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلل ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الخالق سبحانه وتعالى هناك بعض الناس إلى الآن ينكرون وجود الخالق مع رفع السماء بلا عمد مع بسط الأرض على ماء جمد مع هذه الرياح وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأنفس وهذه البشرية ومع ذلك نجد من يقول أننا ما هذه الأرض إلا أرحام تدفع وأرض تبلع يظنون أن هذه الأرض هي التي تخلق أو يخلق الإنسان بفعل الطبيعة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكن إلا دهر سموا أنفسهم الدهريين نقول للآباء والأمهات لا بد أن تراعوا ماذا يقرأ أولادكم وكيف يفكرون علامات الإيمان التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره أنا أقول كم نطلب الله في بلوى تحل بنا فلما تجلد بلياننا سيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فلما وصلنا إلى الشاطع صيناه ونركب الجو في أمن وفي رغد فما سقطنا لأن الحافظ الله الله يحدث بعد العسر ميصرة لا تجزعنا فإن الفارج الله إذا بليت إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله فما والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله الخالق سبحانه وتعالى كيف ينكره الجاحد وكيف يرى هذه العلامات المدوية في هذه الأرض نتحدث بالعقل لأننا لو تحدثنا بالنقل يكفي علينا القرآن الكريم الذي تحدى الله عز وجل به البلغاء وتحدى الله عز وجل به الفصحاء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نجد كثيرا في هذه الأوينة التي نحياها الآن أن بعض شبابنا وبعض بناتنا ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى بالله عليكم هذا يعقل العقل البشر المحدود ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقه فسواه وصوره قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين من الذي رفع السماء بلا عمل من الذي بسط الأرض على ماء جمد من الذي جعل هذه البحار وتلك الأنهار عجبت للأرض كيف تعطي الخير أهليها من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها عجبت للسماء من الذي رفعها بلا عمل ومن السقوط يحميها عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها عجبت للحية اللقطاء مسكنها بين السخور ولا ماء بين السخور يرويها أإله مع الله كيف ننكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا من العدم وأمدنا وجعلنا في بحبوحة من الحياة فكيف ننكر وجود الخالق ونحن مخلوقون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتفكروا في الله ولا في ذاته ولا صفاته ولكن تفكروا في خلقه فإنكم لن تقدروا قدره هذا والله أعلم ولزاكم الله خيرا شكراً لكم شكراً لكم